اللي كتابع على السوشيال ميديا هي كانت سوفينير للولد الخلي بهيدا نهار فحتى بكرا ما يتبر ويوعى يشوف هذه الصورة ويتذكر أنه هو يخلق بفترة من لبنان ما كان فيها دواء ما كان فيها كهرباء ما كان فيها بنزين ما كان فيها أبسط مقاومات الحياة طبيب يرتدي ملابس مخصصة للدراجات الهوائية ويحمل طفلا حديث الولادة قصة من قصص المعاناة التي يعيشها لبنان قبل موعد عملية الولادة وجد الدكتور زاكي سليمان أن سيارته فارغة من البنزين فاخترى أن يذهب إلى المستشفى بالدراجة الهوائية أنا اسمي الدكتور زاكي سليمان اختصاصي جراحة نسئية وتوليد اللي ظهر بالضبط أنه كان عندي ولادة بالمستشفى وما كان عندي بنزين ورفضت أني أوقف باللينز طبع البنزين ورفضت أني استعمل الواسطة أو دبر حالي أو استعمل برايوريتي طبعي كحكيم لحط عبب بنزين خدت البايسيكل طبعي ورحت على المستشفى حتى عملت ولادة وصار اللي صار عقب الانتهاء من العملية قرر الطبيب أن يترك ذكرى للطفل المولودي حديثا على فيسبوك فأخذ صورة معه بملابس الرياضة من داخل المستشفى ونشرها إن شاء الله يا رسيك برها هذا الولد تكون صار الليبنان أحلى من الليبناني اللي نحن فيه هلأ وكانت رسالة لكل العالم أنه نحن لازم نوصل على محل نبطل زبين نبطل زبين ونصير مواطنين ببلد يعني حقنا أبسط مقومات الحياة كل مواطن يحقل له يخدها لا الطبيب يحقل له يخده لأنه طبيب ولا العادي يحقل له يخده لأنه عادي يحقل له يخده لأنه مواطنين وليس لأنه نحن لدينا بوستات معينة وليس لأنه نحن تابعين لحدا وليس لأنه نحن لدينا وسائل أنا نشرت على الصفحة الخاصة طبعا المفترض أن يرونها فقط الأصحاب طبعي الموجودين عندي أعتقد أخذت هذه الدجعة على سوشال ميديا لأنه من ناحية تدق بموضوع كثير إنساني التي يتمثل كل الحياة عندما يخلق أولاد ومن ناحية تانية عم بتعبر عن وجع كل إنسان لبناني بدوا يعملوا مثل ما أنا عملت يعني ما بدوا يقف بالتوابير والبنزين وما بدوا يربح منية حدا لحته عبدالبنزين وعم طالب بحقه كمواطن سوكنت عم بتعبر عن وجع كل هود الناس على الرغم من أن كثيرا من الأطباء غادروا لبنان إلا أن الدكتور زكي تمسك بخدمة بلده في ظل هذه الظروف الصحبة يعني أنا وعالتي تركنا لبنان لكن يبقى أن يأتي على البنان يريد أن يأتي لتجميع ويأتي لتجميع لحتى يمكن أن يكون موجود ويقدم الخدمة التي يقدمها لبلده ممكن أن يكون مخرج لفيلمي يتخيل بعض كوارث أكثر من هذا يحدث ببلد لحتى الشعب يتحرك أعتقد الأمل بالتغيير ليس مستحيل لكن بالنسبة لليه كثيرا سعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر